ذكرت كمان أنه خوف من الشيطان يمكن هذا شيء طبيعي الناس خايفي من الشيطان لأنه عارفين أن الشيطان هو عدو والخير الخوف من الشيطان هو إنسان بيسمع عن أنه إبليس بيسود العالم إبليس له قوة شريرة له تأثير سحري له تأثير شرير على الناس فيرتعب يعني كانوا مثلا بيحكوا على كلينتون اللي كان رئيس لأمريكا كانوا بيقولوا أنه كان بيقعد مع واحدة عرافة الجراد اللي كتب مش أنا اللي قلت أنه بيدفع لها 4000 دولار في الجلسة عشان تحميه من كل الأسحار اللي ممكن تعوقه على أنه يكسب في الانتخابات ليه؟ لأنه شايف أن فيه قوة شريرة ممكن تعوقه فيه ناس تخاف من الشيطان أنه يطراءة لها فيه ناس بتخاف من الأحلام المزعجة فيه ناس بتخاف أنها تتلبس فيه ناس بتخاف من السحر فيه ناس بتخاف من كل أعمال الشيطان فبيترعبوا منه وكل الناس اللي بيخافهم من الشيطان هم تحت تأثير قوته لكن برضو المسيح عالجه ده نتكالب فيه طيب شو أسباب هذا الخوف لما بيكونوا خايفين؟ الخوف لأنه أصلا مش متمتع بالحماية يشعر بأنه الشيطان شخص قوي وفعلا الشيطان شخص قوي الشيطان ليه سلطان على كل الناس إلا اللي اتحرروا منه فعشان كده الكل يخشاه والشيطان مكتوب عنه ذاكا كان قتالا للناس منذ البدء الشيطان ما بيرحمش الشيطان ما يعرفش يعني ما فيوش أي مشاعر رأفة ولا رحمة ما عندوش الكلام الشيطان غادر الشيطان قاسي الشيطان زرع في قلوب الناس أن يخافوا منهم ويجرجرهم عشان يبقوا تابعين لي للأبد لأنه كل اللي على قلبه أنه هو يتمكن من كل الخاليقة اللي ممكن يبقى لها سلطان عليه عشان تفضل تحت مازالة موسيقى 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 موسيقى